برنامج الأسوأ في رمضان الموسم الرابع مع أكرم ناك كلها هنتكلم بكل صراحة وقبل أي حاجة جماعة أنا لما بقول رأيي بقول رأيي من شقين من شق مشاهد عادي جدا حاجة مبسطة بيها أو لا ومن شق تاني نوعا ما فني بحكم شغلي فمش دايما بيكون الحاجات الفنية اللي هي بتكون تكنيكا الصحة مية في المية بتكون حلوة والعكس صحيح سعب بتكون حاجات عباسية جدا ولكن حلوة يعني عباسية كتقنيات كتكنيكا بشكل عام منتاج تصوير اخراج ممكن يكون أقل حاجة بس حاجة بتضحكني المشكلة وممكن حاجة تكون معمولة بحرافية جدا بس مش حلوة مملة يعني ده اللي هنتكلم عليه بكل صراحة في المسلسلات اللي احنا صفناها كده دلوقتي لأنه مش هنتكلم على كل المسلسلات زي الفيديو الأول نبتدي بأشغال شقة أشغال شقة مسلسل عمالية يعلى أفضل مسلسل كوميدي السنة دي حد دلوقتي بس ما ظنش انه هيكون في حاجة تانية هتطلع بصورة الصاروخ معاه إلا في الجزء التاني من رمضان من يوم 16 رمضان لأنه هيخلص وفي مسلسلات تانية هتكون مكانه فمسلسل حلو قوي إيمان السيد دورها طحفة إنعام سلوسة ربنا يديها الصحة ولكن عاملة دور بإتقان حلو قوي وإتقان يعني برغم سنها ولكن عاملة بشكل حلو قوي ولاقي عليها جدا خلينا نتكلم بكل صراحة ليه هو أفضل مسلسل كوميدي في رمضان لأنه بيجمع بين حاجتين نادرا لما تلاقي مسلسل كوميدي بيعملهم وهو وفي نفس الوقت الإفهات المميزة جدا مفيش حاجة تلاقيها مستهلكة مفيش حاجة سمعتها قبل كده ودي حاجة أنا بشوفها حرافية من الكتاب شيرين دياب وخالد دياب بشوفها حاجة صعبة قوي إنك توفق بين الاتنين أنت في كوميديا موقف كتير قوي وفي كوميديا الإفهات اللي مسؤولة عنها مصطفى غريب يا جماعة مصطفى غريب نجح في العترة ونجح في أعمال تانية ولكن مصطفى غريب دي شهادة ميلاده في مسلسل زي ده كحد أنا بشوف إنه هو وديت قالت كتير وأنا كتبتها من قبل ما شوفها والله من حوالي أربع خمسة أيام هو طلعت زكريه جديد حتى اللوج بتاعه يعني الشنب والكلام ده كله الإفهات وطريقة القاءه ليها ده طلعت زكريه ولكن الصعوبة في إيه بقى؟ الصعوبة في اللي جاي إنت وصلت دلوقتي لليفل حلو قوي لليفل إنت بتقارن بفنان كبير قوي فنان تاريخه السينمائي البطولة مش كبير ولكن محدش ما يعرفوش كل الناس تعرفوه تحديدا في أدواره التانية مش أدواره اللي كان فيها بطل أتمنى إنه مصطفى يفكر بكذا شكل وبكذا وجهة نظر وما يتصرعش في أي قرار هياخده بعد أشغال شأن ونسيت أقول لكم إن البرنامج بتاعي ده برعاية أنجل فيلمز أنجل فيلمز بروح عملولها فولو عشان بعد كده هتلاقوا ناس مش هتتخيلوا إن هي موجودة عالسوشال ميديا وبتعمل لقاءات هناك لأن هيكون معايا من الآخر فهعملوا فولو من دلوقتي عشان في فيديوهات كتير هتكون هناك مش هتكون عندي ومع فنانين ومع ناس بإذن الله تكون مفاقات قوية جدا خلال السنة دي نعمل أفوكاتو بصوا نعمل أفوكاتو أفضل مسلسل في رمضان من حيث تسلسل الأحداث حاجات اللي بيعملها بقى إيه شغل محمد سامي مسلسل من أكتر المسلسلات اللي شدتني بتابعها بشكل دايم جدا حلقة السادة من وجهة نظري السادسة بس أنا في مصر بنقول السادة هي أفضل أداء تمثيلي شفتوا لمي عمر من ساعة ما شفتها مش عارب بقى يعني من كم سنة دا أفضل أداء أنا شفتوا ليها تطور رهيب بصراحة شخصها صعبة أول اللي عملاها عشان يعني نكون حقنين شخصها صعبة جدا وتحديدا في الحلقة السادسة بموجهة أحمد زاهر وأروى جودة المشهد دا إن لم تخني الكادرات هو وان تيك وان تيك صعب قوي أحمد زاهر طبعا لغوا بارة عليه أحمد زاهر يعني حود تمثيل بصراحة يعني بشوف إنه في الدور دا عمل حاجات صعبة قوي صعبة قوي إن انت بيجي لك وقت مش بتتعاطف معاه انت ضده مية في المية بس هو مش شرير هو هو نادل على مدهول على يعني كان شبع بعد وجوه عارفين كاركتر صعب قوي كاركتر معمول مش مجرد إن هو حد مش فتح البرينس مش شر هو هو مش شرير ولكن هو في كمية صفات الشر كلها ولكن هو مش شرير من جوه هو شخصية واقعة جدا ولكن عملها بشكل احترافي صلاح أنا بكلم كل دا شخصية صلاح أحمد زهر عملها بشكل طحفة بصراحة يعني روعة روعة يعني أنا عايز أقول لكم وده عادة ما بتكلمش فيه قوي ولكن أنا امراتي بتتفرج على شاهد عشان فيه مترجم انجليزي أفضل دورين عجبوها أفضل دورين ماي عمر وأحمد زهر مش شرير من الأبطال بس كلمة من كذا وجهة نظر لا فعلا فيه فيه صعوبة أخدوا بالكم من حاجة اللي ما بيفهمش عربي وبيشوف بيشوف أكتر التمثيل أكتر من الكلام لأنه ممكن فيه كلام احنا ممكن نحس به بالمصري لكن لما يتحول بالانجليزي الموضوع بيبقى مسلسل مترجم فأنت بتشوف أكتر قدرات الممثل قدام الكاميرا برافو ماي عمر برافو أحمد زهر برافو محمد سامي في الخلطة اللي هي من 15 حلقة وصغيرة ولكن خلانا ان احنا نبقى متشوقين للي بعد كده برغم ان احنا عارفين قصة وعلى فجأة دي حاجة صعبة جدا انت مش مستني حدوتة جديدة أو مش مستني تويست أتمنى يكون في تويست في الآخر لكن اللي أنا بشوفه هي حاجة حلوة جدا وتحس باسم المسلسل انه نعمة بمبادئها بعربيتها بشكلها تحس انها جامل ستنات كده عارف يعني حتى الاسم قديم نوعا ما والأفوكاتو ما قالكش نعمة المحامية ولا نعمة القضاء ولكن سؤال هل لو كان نعمة مش محامية لو كانت مهندسة وكانت ورثت والأحداث فضلت زي ما هي هل ممكن ده كان هيغير حاجة في الأحداث ما عارفش لانه حد دلوقتي احنا عايشين وجوه حياة نعمة الشخصية أكتر من حياتها العملية برغم كده اسم المسلسل نعمة الأفوكاتو هل كمحامية هنعرف ده في الحلقات الجاية انه ده فيه فارق رهيب وانه وظفتها كان فيها اختلاف وعملت اختلاف في الأحداث اللي جاية بعد كده ده اللي هنشوفه بشوف انه كل الممثلين في المسلسل ده عاملين درهم حلوة قوي حتى أكرم يعني يوم ما تختاروا اسمي تختاروا اسمي على حد يعني محسوك يعني طالع بدورها هنا يشاكر مش بتكلم على الممثل طبعا لكن بتكلم على الدور يعني حد كده عبطي أكرم مش كده خالص بالنسبة لي برضو واحد من الناس اللي عجبوني في المسلسل هو محمد الدسوقي محمد الدسوقي هو في المسلسل العتولة وده حاجة أنا شفتها بالصدفة لأنني ما تخيلتش أنه هو الشخص ده هو ده مش عشان حلق ده ولكن الشخصيتين مختلفين تماما ده إن ده اللي بيدول أنه هو ممثل كويس قوي وقدر يقنعني أنه ده غير ده مسلسل الحشاشين أول مرة أشوف أحمد عيد كده بمعنى إيه؟ أحمد عيد من نوعات الممثلين اللي ليهم شخصية مش بيتقمس يعني طبعا مش بقارن ولكن بديكم مسألة بسيط قوي عاد الإمام عاد الإمام حد نادرة لما بيتقمس شخصيا هو عاد الإمام بيمثل بطريقته دي في كل الأفلام وإنت بتصدقه عشان هو ممثل شاطر ولكن ليه الكاركتر بتاعه البرسونة زي ما بيقول أحمد عيد ليه البرسونة بتاعته ولكن في المسلسل ده هو كاركتر هو عامل كاركتر غيره تماما وده أنا بشوفه مجهود مضاعف من أحمد عيد ويحيى عليه بصراحة فتح عبدالوهاب فوق الممتاز نقول أم عوض على فكرة كويس جدا في دور عمر الخيام أنا معرفش أبعاد الدور إيه ولكن تخيلوا كده لو مكان دوره ده كان هاني سلامة أنا شايف هاني سلامة قوي فيه يعني مش عارف ولكن حسيت إن لو هاني سلامة الدنيا هتروح في حتة تانية خالص ولكن هل هاني سلامة كان ممكن يوافع بدور مش بطولة مطلقة لأن هاني سلامة دلوقتي بقى بطل من زمان بطل على فكرة ولكن بتكلم في الدراما ولكن كنت أتمنى أن نشوف هاني سلامة في دور زي ده وبالنسبة يا جماعة للناس اللي بتهاجم المسلسل المسلسل مش بيسرد التاريخ بحزفيره المسلسل وهو قال ده في الأول إنه الشخصات دي تاريخية حقيقية ولكن الأحداث دي من خيال المؤلف مكس مع الحقيقة لأنه هو مش دوكيومنتري هو مش وصائقي وبالمعنى ده إنه فيه أخطاء أخطاء تاريخية بس هي مش أخطاء لأنه المسلسل ما قالكش أنا مسلسل تاريخي وبالنسبة يا جماعة يعني لموضوع بوخ قوي على موضوع اللهجة معلش يعني لما التريلر نزل هل التريلر كان باللغة العربية؟ لأ كان بالمصري ليه ما كانش فيه انتقادات؟ هقول لكم ليه عشان كان الناس متخيلة إنه هيلاقوا أخطاء أكتر من كده تصوير مش عارف إيه حاجة بقى مبالغ فيها الكلام ده كله ملاقوش فيه أي أخطاء فبالتالي دلوقتي بيقولك إيه اللهجة عدنا اللهجة بيقولك مملة يا جماعة نوعية ساردة عبد الرحيم كمال أنا عارف إن هي مطولة ولولا كريمة عبد العزيز ولولا جودة الصورة المرعبة ولولا بيتر ميمي المسلسل ده ما كانش هينجح خالص سمعوا مني كريمة عبد العزيز بيتر ميمي والجودة بتاعت الصورة لأنه فيه مشاهد كتير ممكن تكون مش مهمة قوي في الحكاية كلها مش مربوطة ببعض ولكن انت مستمتع بالكواليتي وإنه فيه جودة صورة لعمل مصري بالشكل ده لواحد مفروض يكون مبسوط معافش ليه الناس العتاولة العتاولة ماشي حلوة قوي دلوقتي أحداثه ابتدت تبقى أبطأ شوية ولكن فيه كوميديا متفاجئ منها مش متوقعة العتاولة العتاولة مسلسل حلو لطرق لطفي وأحمد السق مسلسل ما يتزهقش منه ممكن زي ما قلت لكم ممكن يكون فيه بطئة في الأحداث شوية ولكن أو حتى الأحداث انت ممكن تتوقعها ولكن انت مستمتع بالعالم بتاعهم حس عالم مختلف مش موضوع منطقة شعبية ده عالم تحتياً في اسكندرية وكده وراك حاجات حلوة والصورة حلوة والأجواء ذات نفسها انت جوه عالم تاني خالص مسلسل محارب وسر إلهي عاملين شغل حلوة قوي وعملين شغل أكتر من مسلسلات تانية محارب حسن الرداد في فيديوهات قبل كده كتير قلت انه حسن الرداد مش شايفه لحد دلوقتي في بطولة ونجحت نوعاً ما المسلسل ده فيه تحديات كتير وحلوة أحداثه حلوة يمكن يكون لو كان خمسة شهر حالي أنا مش عارفها هو خمسة شهر لتلاتين بس لو كان خمستاشر ما كانش في رمضان ده ده مية في المية كان هيبقى ترند ولكن عشان المسلسلات كلها في بعض أنا بشوف انه الدنيا مش أسهل حاجة يعني الدنيا نوعاً ما صعبة للتنافس لكن حصل رداد كويسة أحمد زارع أفكا دور مختلف تماماً برغم أنه هو شهر ولكن مختلف تماماً عن نعمل أفوكاتو نرمين الفئة على فكرة دورها حلوة قوي عجبني جداً ماجد المصري طبعاً يعني بيخرج التقييم بحبه جداً على فكرة سر إلهي مفاجأة أنه المسلسل أحداثه حلوة أحداثه فيها تنوع ولكن دركة أوه جماعة يعني درك اكتئاب مش ممكن يعني يعني كانت مفروض تخلي مصطفى كامل هو اللي يغني مش حمزة نمر كمية اكتئاب كلها ما بتلاقي حاجة ما بتفرحش للآخر يعني يا كويس ان اللوكيشن ما وقعش هما بيصوروا فولكن روجينا برضو هفضل أقولها مشكلة المسلسل أنه لازم يكون حد تاني معروشين يعني معرفش بس المسلسل اللي أنا بشوفه أنه هو معمول بشكل كويس لحد دلوقتي وعايز أقول لكم أنه زي ما قلت الحلقة اللي فاتت الأسوأ هو بالنسبة لي جاري الوحوش لأنه مسلسل يعني كأنه منزلش وده مش تقرير والله منه بس للأسف من ضمن الحاجات مش الأسوأ ولكن اللي زعلت عليها عطبات البهجة اختفى يا جماعة فيش أي حاجة ليه خالص المسلسل اللي دخل في كمية مط من المسلسلات برضو اللي أنا حسيت أن هي مش محبطة ولكن يعني ما حستهاش أو حسيت أحداثها نوعا ما أبطأ من أحداث مسلسلات رمضان التانية وهي بيت الرفاعي وبيت الرفاعي من المسلسلات اللي مش معمول لها أي تسويق معرفش ليه أنا معرفش إيه مشكلة مسلسلات أمير القرارة برغم أنه أول حلقتين كان جامد جدا على فكرة المسلسلات دي أنا معظمة هتابعها بعد يعني بعد رمضان أكيد هتابعها بشكل أقوى من كده ولكن أنا لما بوقف حاجة أكيد بسبب مش لغرض شخصي سلة رحم من المسلسلات المحترمة جدا جدا إياد نصار ممثل كبير وممثل محترم بيحترم المشاهد والقصة جديدة ومعمولة بشكل حلو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة من المسلسلات الحقيقية اللي لسه مكملة معنا بقوة واللي مكملة معنا بشكل إحنا يا جماعة بنشوف بلاوي أنا عن نفسي ما بحبش إن أنا أقول عن نفسي أنا مش إنفلوانسر خالص وبرغم على فكرة إن إحنا في مصر بنفهم كلمة إنفلوانسر غلط إنفلوانسر يعني مؤسر المؤسر مش بعدد اللايقات ولا بعدد الفولورز ولا الكلام ده كله لأنه الموضوع بقى حاجة تانية خالص دلوقتي وبقى بزنس تاني سيء الموضوع أنت تبقى مؤسر رأيك يبقى مؤسر للناس في عمل في شيء بتعمل محتوى محترم رأيك مؤسر بالنسبة للفنانين من ضمن الأسوأ معنا بيميت راجل لسومال خشاب ومحاتش حاس به أصلا مش تقليل والله ولكن برضو سومال خشاب زي أي فنانة نفسها تعمل بطولة كبير الكبير رجع كبير مبسوط قوي 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 بعودة الكبير ودي حاجة كنت مستنيها دخول محمد سلام فرق أتمنى الكبير يفضل على نفس المستوى لما كنت بقول الكبير انهياره في أول حلقتين ده مش تقليل ولا أن أنا بروش أو في أول ثلاث حلقات عشان أكون صريح ولكن الدنيا عالية تقوي دلوقتي دحك بقى حلوة ولكن طبعا أشغل شقة بالنسبة لي لا يقارن بس الكبير رجع بقوة عجباني أول حلقات الأخيرة سواء هادرس حزل أوم إذن في الأسوأ معانا بميت راجل جري الوحوش حطيت عطبات البهجة لأنه ما حبيتش أنه دي تكون عودة للدكتور ريحة الفخراني يعني مسلسل حلوة ولكن يعني مش عارف يعني في حاجة غلط هو مش أسوأ مسلسل ولكن ممكن تكون أسوأ دعاية كان ممكن يكون خمسة شهر حلقة يعني كده يعني في حاجة أنا مش فاهمها فأتمنى الدنيا تتحسن للدكتور الكبير ريحة الفخراني ده اللي كان عندي النهاردة وليه رأيكم في مسلسلات رمضان وإيه أفضل مسلسل بتتبعوه أو إيه أكتر مسلسل بتتبعوه إيه أفضل مسلسل بنتبعوه خدوا بالكم من حاجة المسلسل اللي ينجح مش معنى أنه هو الأفضل والعكس وأتمنى كالعادة تدعوه لي في فكرة فيلمي الجديد ريد ماجيك الفيلم اللي لسه محدش رضح لقيا فيه ولكن هو فيلم أو ممكن مسلسل يعني اشطة ولكن بإذن الله بدعواتكم لي أنا دايما بحب أنوه دايما لأنه دي حاجة شخصية ولكن برضو مش شخصية أولى إنه لو طلع للعلن وبإذن الله هتعمل هتكون حاجة محترمة جدا وهتحسوا قد إيه إنه الفكرة كانت تستاهل إنه نعمل كل ده عشانا ده اللي كان عندي نهاردة أشوفكم في فيديو جديد سلام